خلوني أنتقل مع حضرتكم لصورة وتعليق النهاردة أنا عندي موضوعين هعلق عليكم أول حاجة تبعت طبعا مع حضرتكم خبر الجزار اللي جاب الجنش وعلقه في العمود بتاع الموناريل وشفنا في حلقة مبارح مع زميل إهاب صبحي الخبر والتكييف القانوني لإيه اللي هيحصله أو العقوبات اللي بانتظاره لكن الحقيقة الموضوع ملفت بالنسبة لي لأمر ممكن يكون مختلف شوية مرتبط بشيء أنا دايما بشوفه هو أصل كل الأشياء ومرجع كل الأشياء وهو البداية والنهاية وهو اللي بنتكلم فيه على طول ما يخص معركة الوعي ما يخص الاستثمار في البشر قمنا بأعمال كتيرة جدا واستثمرنا زي ما بيقولوا في الحجر وما استثمرنا من مباني ومنشآت ومدن ومونوريل وقطارات هو استثمار من أجل البشر لكن مازال أمامنا مجهود كبير محتاجينه في الاستثمار في البشر البشر اللي ملهمش زنب إن هم تنسوا سنين سنوات بيتم تغيبهم في التعليم علشان ما يتعلموش بشكل يخليهم يفكروا بس تلقين وخلاص في الفن والثقافة اللي كان بيتقدم لهم حاجات تستخدم الوسائل والوسائط الفنية لكنها لا تقدم أي إفادة أو أي شيء يرفع درجة واحدة حتى من درجات التذوق أو الوعي ولا بالتأكيد كان في حالات من الدروشة وحالات من التغييب في كل أمور الحياة لسنوات هذه السنوات كان في تغييب في الريف والنجوع والكفور والصعيد المنسي وفي العشوائيات ورغم إن فيه سنوات في الستينات كانت الناس اللي ما بتعرفش تقرأ وتكتب بتتزوق قصائد المكلسوم وكانت الناس عندها درجة كبيرة من الوعي السياسي لكن حصل اللي حصل دخلنا في السداح مداحه وبقى فيه الفهلوة واللي معي قرش يسوي قرش وتغير المجتمع وتغيرت الناس وأصبح فيه أمور تحتاج بشكل كبير وسريع إلى تغيير والحقيقة دايما بشوف إنه أنا مش قادرة أفهم ليه الناس مثلا لما بتركب من وسط العامة بتقطع الكراسي طلع السفنج اللي فيها ليه العيال الصغيرة وكلمة حراركم في ده قبل كده بتحدف الأطرات بالحجارة ليه مثلا أطرات زي القطر الأسباني ده أول ما نزل كنت تركب تلاقي القطر حاجة عظيمة جدا الناس تكسر الشبابيك وتكسر في الإزاز وتخش الحمامات تلاقيها بقت حاجة غير أدمية ليه الستات بتفتح الشباك وتحدف القمامة من الشباك ليه في ناس بتبسق في الشارع هذا أمر غريب ومسير للتساؤل ليه ما عندناش إحساس إن دي بلدنا ودي حاجتنا ليه الناس اللي نزلت ثورتين ونظفوا وراهم ومحدش فيهم مس حد وحفظوا على بعض وحفظوا على بلدهم مش عارفين يحسوا إن دي حاجتهم إن كل منجز بيتعامل دليهم ولولدهم والمستقبل ولدهم في مشكلة في المنطقة دي محتاجة بناء زي ما بنينا المدن والمونوريل والمنشآت من أجل البشر لازم نبني البشر عشان يحفظوا على هذا المنجز وإلا حيكون كل عمود للمونوريل أو لقطر أو لمدينة جديدة أو لأي منشآت متعلق فيه جنش أو مرمح عليه زبالة أو أو لازم يحصل تغيير وتعديل لهذا السلوك لازم نشتغل على منظومة الوعي الشغل الشاغل والهم والمرجع الأول لكل شيء وأصل كل الأشياء شكرا